اشتركوا في القناة بلد وسامراء بمحافظة صلاح الدين بسقوط 18 قتينا من ميليشيات الحجد وبحسب مسؤولين ومراقبين فان جملة من الاسباب الناشئة على الساحة العراقية كانت وراء تصاعد تلك الهجمات من ابرزها انسحاب قوات التحالف الدولي من اغلب انشطتها وعملياتها الجوية والاستخبارية في العراق بينما تؤكد قيادات ميدانية في ميليشيات الحجد ان تنظيم الدولة داعش يسعى الى لملمة نفسه واعادة نشاطه في عدد من المحافظات خاصة الديالة وصلاح الدين والتأميم التي تشهد الان استنفارا امنيا واسعا من جانبه رجح امين عام مزارة البيش مرق جبار ياور ازدياد تحركات تنظيم الدولة داعش واعادة بناء تنظيماته عبر مجموعات صغيرة ومنتشرة في العديد من المناطق وسوف يتحول مثل القاعدة الى مجموعات رهابية صغيرة يقوم بعملية حرب عصابات ضد القوات رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي اكد ان العملية هي محاولة لاستثمار حالة التناحر السياسي التي تعرقل تشكيل الحكومة وهو ما ذهب اليه ايضا رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان السابق حاكم الزاملي بالقول ان توجه غالبية القوى السياسية نحو تشكيل الحكومة وازمة الصراع على المناصب اثر على الوضع الامني في حين يشتكي العديد من الجنود الذين يزج بهم في الخطوط الامامية لجبهات مع تنظيم الدولة الداعش من نقص الذخيرة والعتاد وتركهم مكشفية الظهر بدون اسناد جوي او تعزيزات عسكرية برغم مناشداتهم المكررة اثناء تعرضهم للهجمات الوزير لفريق رائد جودت ست ساعات تعرض لا طيران لا رمي ورمي علينا لا دعم لا طيران ليش مخازن فاشلة اعتاد فاشل يعني هتش احلي اقول مع الاسف مخازنكم وين هدو ضلن حرامية والله حرامية والله حرامية ما تردون يأتي ذلك بينما كشفت رسالة حكومية سرية بتاريخ السابع العشرين من نيسان الماضي ارسلها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الى عدد من المؤسسات الامنية كشفت عن تحذيرات من نية تنظيم الدولة داعش شن هجوم في صلاح الدين لكن لم تتخذ اي اجراءات احترازية ازاء تلك التحذيرات بينما عزت مصادر الامر الى صراعات سياسية ادت الى ابعاد مسؤولين في استخبارات المحافظة تنظيم الدولة داعش في ديالا وصلاح الدين والنخاب بكربلاء والبحث عن دوافعها وتوقيتاتها جعلت العديد من الناشطين والمدونين العراقيين يستخضرون واقعة نقل ميليشيا حزب الله اللبناني العديد من مقاتلية التنظيم معائلاتهم الى الحدود العراقية السورية واعتبار هذه الواقعة تعزيزا لقدرات التنظيم القتالية عبر رفضه بالمزيد من المقاتلين وهو اتهام تأيده الغالبية العظمى من الشعب العراقي ترجمة نانسي قنقر